ظلت الشغل الشاغل للناس بين مبشر لا يرى فيها إلا فرصة ووسيلة واستثمارة أو طريقا وحيدا لاتحاد البشرية وبين محذر يرى فيها كل الشرور أو مؤامرة للاستيلاء على المقدرات نتحدث اليوم عن العولمة التي انتشرت فكرة اقتصادية تحرر أسواق العالم من قيود الأنظمة والقوانين وبعض من السيادة وما لبثت أن أصبحت سياسة وفلسفة وثقافة ثم اتسعت إلى أيدلوجية فكرية يبشر دعاتها بوحدة إنسانية مثالية تزول فيها حدود الجغرافية والأعراق فهل تعيش البشرية حياة أفضل في ظل العولمة أو العكس؟ هل لا تزال صفقة رابحة في عالم اليوم الذي تغيرت وجهاته وسياساته وقواه؟ ماذا عن تمدد العولمة في عصر توقف فيه السفر والتنقل وانغلقت المجتمعات على نفسها أمام عاصفة كورونا هنا محاولة للإجابة على هذه التساؤلات وغيرها مع ضيفنا الكريم ضيف البرنامج الدائم معالي الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي ورئيس هيئة علماء المسلمين أهلا ورحبا شيخنا أهلا وسهلا بكم نتحدث عن العولمة بزوايا مختلفة وهو الموضوع القديم المتجدد ماذا نقصد بمصطلح العولمة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فمصطلح العولمة يعني باختصار الفتح الافتراضي للحدود بين دول العالم وبالتالي تحويل هذا العالم كما في المصطلح المشهور إلى قرية صغيرة وحتى لا تكون هذه القرية بلا نظام جاءت فكرة النظام الدولي طبعا وإن لم يكن فعالا أحيانا بالقدر اللازم بدأت الفكرة الحديثة للعولمة طبعا بالعولمة الاقتصادية ثم وبشكل تلقائي جاءت العولمة السياسية والثقافية والإعلامية والفنية وغيرها تشكلت قوة هذه العولمة بشكل واضح بعد هيمنة قطب واحد في العالم وخاصة بعد سقوط جدار برلين وتفكك الاتحاد السوفيتي وانهيار المعسكر الشرقي ومن ثم انتهاء الحرب الباردة بين القطبين المتحكمين في السياسة العالمية في ذلك الوقت أيضا جاء في تلك السياقات نظريات ما يسمى بنهاية التاريخ والتبشير بنظام عالمي جديد يتحدث عن صراع وصدام الحضارات وعدم إمكانية حوارها وتحالفها فبدل أن يتطور الحقيقة مع الأسف بدل أن يتطور العالم إنسانيا مع تطوره المذهل في الجوانب المادية كان الأمر في كثير من الأحيان على العكس والسبب هو جشع المادية على حساب القيم الإنسانية والروحية وأيضا وجود أفكار خاطئة في فهم الاختلاف والتنوع والتعددية في هذا الكون المهم أننا مما سبق نعلم أن مفهوم العولماء الاقتصادية توسع ليشمل عولمة كل شيء يمكن أن يعولم السياسة الثقافة الإعلام الفن إلى آخر وهذا ما حصل شكرا